يا الأستاذ علي سعيد مرحبا بيك في بلدك الثاني الجزائر الله خليكي مرحب بيكي الله خليكي نايسين وشنه أكتر مناطق في الجزائر عشبوك؟ والله أنا في زيارتي في الرحلة الأولى هي دي تلت رحلة يعني ولكن هنقول في الرحلة الثانية اللي هي كانت الشهر اللي فات كانت ولاية بجاية عجبتني جدا مدينة الكل النابة وسكيجدا ويجيجل الأماكن السحلية والقالة طبعا وشنه أكتر حاجة شدة انتباهك فيها؟ في إيه؟ في المناظر في كل شيء والله أنا حاسس كده أن حاجة كده تحس أن هي عاملة زي الخلفيات بتاعت زمان بتاعت الكمبيوتر كده حاجة تحس أن هي مرسومة ولكن طبيعية أقصادي منظر البحر الجبال المضغطية بالخضرة ما شاء الله جو مختلف شوية حر شوية مطرة شوية جو ربيعي كل ده في يوم واحد فالأجواء كانت مختلفة جدا في الولايات السحلية وشفنا فيديو تاك اللي كان عمل بز كبير لما دخلوا الجزائريين بلي كومنتر والتعليقات دي كانت في 2017 يعني هي دي السبب اللي أنا خلاني أجي هنا سبحان الله يعني من خمس سنين كان في 2017 لما دخل علي الجزائريين صدفة وبسببها بقى اتعرفت على الجزائريين وتعرفت على كل جزائريين واللهجة جزائرية ديت تفهمها؟ ابتدي تفهم كلام أوليل وفيه كلام بتوقعه بقى عارف يعني من النظرات اللي بيكلم مثلا كلمات حفظتهم جزائريين اه وش بيك ونطيحك وشراك وكراك وكفاية وراح تكون كين زيارات أخرى ولا بشاريع ربما ممكن ديرها؟ ولا في أي حاجة وكل ده احنا بنقدمه هدية للشعب الجزائري الحمد لله يعني والناس بتقابلنا في الشارع بأحلى استقبال والله العظيم جمهور طيب جمهور جميل جدا يعني بنحاول نوري الناس الشعب الجزائري من جوه مش من برا أن هي دولة عادية وخلاص لأ عندهم أماكن جميلة عندهم مناظر حلوة عندهم شعب مضياف في كل حاجة موجودة هنا في الجزائري وكنت بحاول أن أنا أوري الصورة ديت للناس ووري حقيقة الشعب الجزائري مثلا الفيديو الأخير لما رحت للقصبة وشفت مش عاش بك شد انتي بها كأكتر والله شابيني بحي السيدة زينب اللي عندنا الأحياء الشعبية الأديمة العاطيقة ديت اللي هو المنازل مثلا من مئات السنين كانت مبنية في حي القصبة منظر جميل جدا والشارع كانت حلوة بس هو متعب شوية في الطلوع وانا راجع يعني درجات السلم كتير قوي يعني